بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى ألي بيته الطيبين الطاهرين شوانكم متابعين الكرام ان شاء الله الكل بخير وصحة وتمام العافية اليوم ان شاء الله تكملت الجزء الأول من جولة شراء الأثاث هذا راح يكون الجزء الثاني مثل ما وعد لكم أنا قسمت الفيديو على ثلاث أزاء حتى يعني ليس الكلش طويل ويصير ملل بمشاهدة الفيديو لكن هو اليوم هذا الفيديو هم شوية طويل بس ما يخالف تحملوني حتى أشوفكم كل ما موجود من أثاث بكل المحلات هنا كانت جولتنا بآيكيا آيكيا طبعا دائما بيها كل ما يحتاج البيت من أثاث غرف نوم غراض للمطبخ ديكورات أضوية يعني كل شي يحتاج البيت موجود بآيكيا فحبينا نشوف شو عندهم رح نشوفنا الغرف الأطفال لأن نحن محتاجين سراير للبنات أيضا وغرف الطعام والأثاث يعني بشكل عام افترنا كل يعني الأقسام اللي موجودة بآيكيا واخدنا فكرة ونظرة عن اللي موجود عندهم لكن يا دائما الأثاث اللي موجودة بآيكيا يعني الجودة مات مو درجة أولى يعني مو جدويانة عمر مثل احنا ما نقول بإعلاق تكمة لا يعني شغلاتهم غالية لكن الخشب والكواليتي يعني مو شي يعني احنا العراقيين بطبعنا دائما منرد نشتري شغلة لازم ناخذ الشي تكمة يعني احنا مشترين مشترين هاي بين احنا العراقيين طبيعة منرد نشتري نشتري الشي تكمة وزين حتى لو كان غالي اشتري نشتري اشتركوا في القناة 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 من قناة اشتركوا في القناة تعلق على الباب وسلات اثنين من هاي السلات الخوص احنا نسميها فقط هذا اللي اشتريته من نانا لان سعارهم غالية وشبت هاي شغلات بسيطة وسعرها مناسب فاخذتها الحمد لله له نانا قرب الفيديو ومالتنا على الانتهاء طبعا انا جدا اصفة اذا كان الفيديو طويل لكن حبيت اشوفكم كل ما موجود بهذا المحل ومجمع آيكية ان شاء الله كان فيديو ممتع ومسلي وشغلات اللي شفتوها حلوة التقيكم بخير وعلى خير بالفيديو القادم وان شاء الله الفيديو القادم والجولة الثالثة والاخيرة تكون قصيرة ومعالف سلامة